بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين النهاردة في اجتماع الثلاث كملنا الشرح اللي ابتدناه عن الأداس ومقدمات في الأداس والإفخارستية وده الجزء الأولاني بنسجله عشان اللي محضرش يقدر يتابع معنا وكل مرة نتكلم ونفرح بالكلام عن الأداس والكلام عن الأسرار الكنيسة وعن الإفخارستية زي ما ابتدنا وقلنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهك فيه أن كل أداس هو يوم جديد هو نعمة جديدة هو نعمة الاتحاد بالمسيح وتمجيد الثالوس زي ما هنشرح وعشان كده زي ما في صلوات الأجبية بنقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء أو كالقائمون في السماء دي من صلاة الخدمة التالتة من صلاة نص الليل نبتدي مع بعض ونفتكر الآية دي اللي في صفر أعمال الرسل إصحاح 2 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلاوات إذن الأداس أو طريقة الصلاة الليتورجية الجماعية اللي بتقري فيها أجزاء من تعليم الرسل اللي هو طبعا الأناجيل ورسائل الرسل والشركة يعني الفيلوشيب المحبة المتبادلة والمحبة القائمة اللي بين أعضاء الجسد الواحد وكسر الخبز اللي هو الإفخارستية والصلاوات هو ده سر أساسي من أسرار الكنيسة هو سر الإفخارستية نبتدي ونتكلم مع بعض عن معنى الإفخارستية إفخارستية هي كلمة يونانية وتعني الشكر الشكر لأن الفعل الأساسي الذي قدمه المسيح للآب في يوم تأسيسه لهذا السر ليلة خميس العهد هو سر الشكر هو الشكر وأيضا لأن هذا السر المقدس هو أعظم تعبير عن الشكر تقدمه الكنيسة للمسيح له المجد وتعود الأصول الأولى لفعل الشكر في الكنيسة المسيحية إلى التقليد اليهودي في طأس بركة المائدة وهي صلاة شكر لله من أجل هبة الخلق ومن أجل الأرض ومن أجل الثمار يبقى إذن كان الشعب اليهودي وهو في التقليد بتاعهم في حاجة اسمها طأس بركة المائدة كانوا بيصلوا من أجل بيشكروا ربنا على الخلق وعلى الأرض وثمرها حيث ينتقل رب العائلة إلى ذكر تاريخ الخلاص فيفتكروا إيه؟ يفتكروا العهد اللي قطعوا ربنا مع أبائهم والخروج من مصر أرض العبودية أما في العهد الجديد الحدث الرئيسي الذي يقدم من أجله يقدم الكاهن والشعب في الكنيسة الشكر لله هو تجسد الابن الوحيد وموته وقيمته وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين الآب لتكميل خلاصنا ومجيئه الثاني وده بتلاقوه موجود في الأداس وقلنا الموضوع ده قبل كده لما أبونا بيقول وفيما نحن نصنع ذكرى وآلامك المقدسة وموتك المحي وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات ومجيئك الثاني المخوف المملوء مجدك يبقى إذن هو ده سر الشكر الإفخارستية هي شكر بنشكر ربنا على نعمة تجسد الابن الوحيد وموته وقيمته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب وتكميل خلاصنا ومجيئه الثاني نفتكر هنا الآية اللي في تسالونيكي الأولى خمسة ستاشر إلى تمنتاشر افرحوا كل حين صلوا بالانقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله التي في المسيح يسوع من جهتكم عشان نفهم أكتر برضو موضوع الشكر ده نروح لوقت ما الرب يسوع المسيح أسسر الإفخارستي في إنجيل متى ستة وعشرين تلاحظوا أن ده في نهاية الإنجيل إنجيل متى ثمانية عشرين إصحاح في إصحاح ستة وعشرين يقول وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وباركة وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي يعني إيه كلمة بارك بارك يعني طلب الباركة من السماء يعني كأنها شكر وفي الأصل العبري باركة وشكر نفس الكلمة وفي عدد سبعة عشرين وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفك من أجل كثيرين لمغفرة القطايا ودي آية بتورينا أو بتسبت مفهومنا عن لهوت الرب يسوع المسيح لأنه بيكلم الناس يقولهم كل هذا هو جسدي من يقدر يقول كده إلا إن كان هو ابن الله المتجسد من يقدر يقول كده محدش هيقدر يقول كده إلا لو كان هو الله المتجسد طبيعة إلهية مع طبيعة بشرية في شخص رب يسوع المسيح طبيعة واحدة للكلمة المتجسد زي ما قال القديس كورولوس الكبير يقول وأخذ الكأس وشكرة خد بالك أنه أخذ الكأس وشكرة هي مش معناها شكرة اللي احنا بنقول مثلا نشكر ربنا ونسكت لا شكرة هنا هي فعل افترستي فعل تقصي يعني في خطوات معينة بيقوم بيها وقام بيها ربنا يسوع المسيح في هذه اللحظات عشان كده يقدر يقدم بيها هذه الكأس ويقول لهم خذوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفك من أجل كثيرين لمغفرات الخطايا طيب القديس بوليس الرسول يقولها ازاي في كورنز رسول 11 يقول لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر يبقى اذا في خطوات حتى لما القديس بوليس قعد مع الرب يسوع المسيح يفهم منه الرب يسوع المسيح سلموا هذه الخطوات يبقى اذا هو في خطوات في فعل تقصي وفي فعل افخرستي بيحصل مش بس كده حصلت في ثانية ولا اتنين ولا تلاتة كلمة شكرة لا هي ده فعل تقصي متكرر وهتشوفه بعد كده هنشرح اكتر ونفهم النقطة دي وقال خذوا كله هذا هو جسدي المكسور لاجلكم اصنعوا هذا لذكري وهنشرح الكلمة دي بعد شوية كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فانكم كلما اكلتم هذا الخب وشربتم هذه الكأس تخبرونا بموت الرب الى ان يجيه اذا الفعل التقصي ده اللي هتمرسوه وتحققوه في كل ممارسة لسر الافخرستية من خلال الاداس هتقدروا كده تبشروا بموت الرب الى ان يجيه ولو تلاحظوا ان الكلمات دي بيقولها ابونا في الاداس ونيجي بقى لكلمة توضح لنا اكتر الشرح ده انه في انجيل لقى 22 يقول ثم تناول كأسا وشكرا وشكرا هنا بالكلمة معناها افخار استساس بالكلمة اليوناني افخار استساس وقال خذوا هذه واقتصموها بينكم واخذ خبزا وشكرا برضو افخار استساس وكسرا واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم ازناعه هذا لذكري والمعنى هنا زي ما الصورة بتبين لكم انه لا يفيد معنى الشكر ولكنه يفيد فعل شكر تقصي تقصي يعني فعل شكر متكرر فعل شكر يفعله الرب يسوع المسيح ويفعله وكلاء المسيح وخدام المسيح عشان الاباء الكهنة يعني عشان يقيموا هذا السر اي انه هما او اي انه المسيح ادى وقدم الشكر من اجل الخليقة وطلب البركة لها هو ده فعل التقصي للتقديس وده موجود في الكنيسة من القرن الاول وبنلاقيه في اداس من الاداسات القبطية اللي موجودة ولكن غير مستخدمة هو اداس القبطيس سرابيون اللي موجود من القرن الرابع وعندنا يعني نصوص من كنايس مختلفة ما زالت بتقدم او بتقول افخار استساس او افخار استومين توكيريو زي ما هنشرح بعد شوية اللي هي الانافورة اذا الافخارستية هي فعل شكر وكمان هي فعل شكر تقصي زي ما انتو شايفين في الانافورة لما بيجي ابونا في الانافورة يقول الرب مع جماعكم واحنا نردوا على روحك ايضا بعد كده يقول ارفعوا قلوبكم نقوله هي عند الرب بعد كده ابونا يقول فلنشكر الرب اللي هي انا حططلك عليها مربع كده بلون تاني افخار استومين توكيريو افخار استومين هي هي الكلمة اللي قلناها من شوية اللي موجودة قدامك دلوقتي افخار استساس اللي هي ممارسة فعل شكر تقصي ممارسة فعل شكر تقصي فلما يقول افخار استومين توكيريو نقول مستحق وعادل او مستوجب وواجب انه احنا نمجد الله وبالتالي لانه هذا الفعل اللي بيقوم بابونا في كل قدس هو فعل متكرر تقصي يعيده ابونا عشان يحصل نفس اللي حصل نفس يوم خميس العهد انه يتحول الاربانة او الخبز للجسد والابركة لدم الرب يسوع المسيح بس افخار استومين توكيريو غير غير التانية اللي موجودة قدامك دلوقتي اللي بتبقى قبل صلاة الاسمة لما ابونا بيقول السلام للكل والشعب يرد ولروحك ايضا ابونا يقول ايضا فلنشكر بالين اون مارن شبه موت نشكر الله الآيب ضابط الكل ابا ربنا واللهنا مقلصنا يا صلى المسيح لانه جعلنا اهلا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع عادينا الى فوق ونخدم اسمها القدوس هو ايضا فلنسأله ان يجعلنا مستحقين للشركة واسعاد اسراره الالهية غير المائدة فلنشكر دي غير فلنشكر الاولانية فلنشكر الاولانية قلتلكم هي فاعل شكر تقصي ولكن فلنشكر اللي قدامنا دي هي بنرفع ادينا ونشكر ربنا لاننا موجودين في هذا المكان وفي هذا الزمان بنقدم الخبز والخمر من خليقة الله عشان يتحولوا ربنا يخدهم ويرجعهم لنا جسد ودم الابن الوحيد شرحنا كده معنى ان الافخارستية هي شكر تعالوا نشوف علاقة سر الافخارستية بمعجزة اشباع الجمهور زي ما قلنا النهاردة انه انجيل مرقص 6 وانجيل مرقص 8 نفس الانجيل معجزتين حصلوا وراء بعض في اسححين اسحح 6 واسحح 8 وفي نفس المرتين في معجزتين مختلفتين الرب يشبع الجموع ولكن يعمل نفس الفعل التقصي يعمل نفس الاكشن زي ما قدام حضراتكم جابوا واععدوا الناس في المعجزة الاولانية ثمس خبزات وسمكتين وباركة قلتلك باركة هي هي نفس الكلمة بالعبري باركة تساوي شكرة وبارك وكسر الارغفة واعطى تلاميذ اللي يقدموا وقسموا السمكتين للجميع فاكل الجميع وشابعه وفي معجزة تانية في مرقص 8 يحصل انه يكون عندهم سبعة خبزات وقليل من السمك برضه ياخد السبعة خبزات ويقيم نفس الفعل التقصي تاني ويشكر وزي ما قلنا النهاردة شكرة دي مش خدت ثانية ولا اتنين لا يخدت وقت شكرة وكسرة واعطى تلاميذه فاكلوا وشبعوا ثم رفعوا من الكسر اذا في فعل بيقرروا الرب يسوع المسيح نفسه عشان الخبز والسمك او الاكل البسيط ده يتحول لبلنتي يتحول لابندنت يتحول لفيد من النعمة لفيد من البركة يأكل كل اللي موجودين مهما كان عددهم وهو ده الافخارستية هو ده سر التناول عشان كده لما ييجي القديس يحنى يشرح لنا القصة دي ويقول في يحنى 6 ان الرب يسوع المسيح اشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين قدامكم في عدد 11 في انجل يحنى 6 اخذ يسوع الارغفة وشكرة وبيؤكد هنا وبنؤكد ان ده فعل تقصي وبعد ما اكلوا وشبعوا ورفعوا الكسر بعد كده حصلت معجزة تانية اللي هي المشي على الميا وبعد كده ما جم يدوروا على الرب يسوع المسيح في عدد 23 من انجل يحنى 6 يقول قديس يحنى يقول ده هم غير انها جاءت صف المنتبرية الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه الخبز اذ شكر الرب يبقى اذا قديس يحنى علم المكان اللي ربنا عمل فيه المعجزة بانه المسيح هنا شكر الرب بهذا الفعل اذا ما كانش شكر عادي كان فعل تقصي فعل افخارستي فعل فعل مغير او مش مغير فعل يعني بيمالتبلاي الخبز والسمك اللي قدام التلاميذ يخليه يبقى بركة كبيرة يشبع ناس كتيرة نتيجة هذا الفعل التقصي افخارسته مين توكيري اللي هي فعل شكر الرب او نشكر الرب بهذه الممارسة التقصية المتكررة اللي احنا بنكررها في كل قداس وبنقول نفس الكلام ده ابونا يقول في كل قداس اخذ خبزا على يديه الطاهرتين وشكرة وباركة وكسرة كل مرة عشان ده ابونا بيكرر نفس الفعل التقصي اللي عمل الرب يسوع المسيح لاجل ان الجميع يأكلوا من هذا الخبز ويأكلوا واشربوا من هذه القمر اللي تصبح بعد كده جسد الرب ودمه هو ده العلاقة اللي بين معجزة اشباع الجمعة والسر الافخارستي ايه هي الغاية من الاداس ايه الهدف من الاداس عشان توصل للنقطة دي زي ما شرحنا بردو النهار ده اول بعد ما ابونا يختار الاربان ويدخل على المسبح يبتدي يصلي للصلوات الخاصة المرفوعة وللورق اللي اخدوا من الشعب عشان يصلي لاجل الشعب بعد كده ابونا يقف قدام باب الهيكل ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوس القدوس الآب والابن والروح القدوس سلامة وبنيانا لكنيسة الله الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السماء اذن الاداس قدام حضراتكم ابونا بيقول الناس اللي قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي إذن كل الكنيسة اللي هي الشعب والشمامسة وأبونا هم دون الكنيسة اللي هيقدموا هذه القربين لأجل أنه يقدم مجدا للثالوس ولأجل سلامة وبنيان كنيسة الله الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية إذن الغاية الأولى من القداس الإلهي هو تمجيد الثالوس القدوس الآب والابن والروح القدس طيلت وقت الأداس وبنبتدي من أول مجدا وإكراما إكراما ومجدا الغاية التانية من تقديم الأداس أو من الأداس هي شكرا الله على الخليقة وعلى الخلاص الذي صار لنا بزبيحة ابنه الوحيد وبعمل الروح القدس في الكنيسة إذن في كل أداس نقدم زبيحة حية غير متكررة الصلوات متكررة ولكن الزبيحة غير متكررة مهما مر عليها الزمان ومهما حدثت في أماكن مختلفة فهي زبيحة إلهية لا يحدها مكان ولا يحصرها زمان نتناول بفرح وتهليل نقدم له مما أعطانا من يدك وأعطيناك يعني بنجيب القمح المتناثر على الجبال وبنجيب عصير الكرمة ونقدمه لربنا خليقة الله ونقدم له هذه العطية يرجعها لنا يردها لنا جسد الرب ودمه نقدم له ابنها الوحيد ونتناوله لتقديس حياتنا فننصرف مسبحين وشاكرين الرب إلهنا الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور زي ما بيقول معلمنا موليس الرسول يبقى الهدف الأول من القدس تمجيد السلوس الهدف الثاني شكرا الله الآب على الخلق وعلى الخلاص اللي قدمه بتجسد الابن الوحيد وبعمل الروح القدس في الكنيسة عشان كده احنا في صلوات القدس نرتل عقيدتنا ونرتل لهوتنا فنمجد الآب في ابنه بالروح القدس قلنا النهاردة انه كل واحد بيصلي القدس هو إنسان لهوتي الإنسان اللهوتي هو من يصلي الإنسان اللهوتي مش اللي بيقرأ الكتب ولا مش اللي بيدرس في الكليريكية الإنسان اللهوتي هو من يصلي صلوات الكنيسة بعمق هو من يدرك عمق وجمال وروعة صلوات الكنيسة عشان كده نحن نرتل عقيدتنا في القدس نرتل لهوتنا في القدس وأبسط حاجة نلاقي نفسنا بنقول قانون الإيمان نلاقي نفسنا بنقول بشفاعة والدة الإله نلاقي نفسنا بنقول أمين 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 الأداس هو مشاركة من الجميع في الأداس الجميع يقيمون الأداس الشمامسة مع الشعب مع أبونا كلنا الكنيسة بتقيم الأداس في الأداس نحن نقدم لله إفخارستيا أي شكر ونخرج مرنمين ومهللين ومسبحين الله الآب لأنه وجد له مسكنا فينا من خلال تناول جسده المقدس ودمه الكريم من فضلك كل مرة تيجي الأداس أخرج فرحان أخرج متهلل أخرج شاكر أشكر ربنا أنك جيت الأداس ما تدخلش وتخرج كده أخرج وأشكر ربنا على النعمة الأداس هو نعمة أنت وأنا وكلنا أخذنا هذه النعمة عشان كده تلاقي أبونا في آخر الأداس يلف حوالين المسبح يقول صفقوا بالأيادي صفقوا بالأيادي لأنه ما أخفيته عن الحكماء والفهماء أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار وحيث سكن المسيح فينا فهناك الروح القدس أيضاً وهو ده اللي تقال أو اللي قاله القدس سبحانه في الرسالة الأولى واللي قاله كل الأباء أنه الشركة مع السالوس القدس أنه يعمل السالوس القدس في حياتنا أن ندرك عمل السالوس القدس في حياتنا وفي حياة الكنيسة ده كلام حقيقي وليس كلام نظري محدش يفتكر أننا هنا جايين والكلام لا ده كلام حقيقي أن نشعر بحضور المسيح الحقيقي خلال الأداس وبعد الأداس وأن تمتلئ نفسنا فرحاً وتسبيح وتهليل داخلي خلال الأداس وبعد الأداس لأننا جينا الأداس وخدنا نعمة الإفخارستية الإفخارستية هي امتداد للتجسد الإلهي وهي أن نتزوق هذه النعمة فنعيش بيها في كل أيام حياتنا التناول من الأسرار المقدسة لا يفدنا شيء ما دمنا لنشعر بحضور حقيقي للمسيح في حياتنا وأن تتضح صورة المسيح في حياتنا في سلوكيتنا في أفكارنا في كلامنا في أفعالنا في تصرفاتنا وحتى في اتجاهاتنا في الحياة يقول القديس كورولوس الكبير حين يرى الله الآن ملامح ابنه الخاص اللائقة به فينا يعني الله الآب حين ينظر فينا لقينا متناولين الجسد والدم وعيشين المسيح ظاهر في حياتنا يحبنا الله الآب كأولاد له ويشرق علينا بالكرمات الفائقة التي لهذا العالم شوفوا جمال الأداس شوفوا جمال أننا نتناول جسد الرب ودمه إذن فسرور الآب يكتمل حين يرى صورة ابنه فينا سرور الآب يكتمل حين يرى صورة ابنه فينا حين تنطبع صورة الابن في نفسنا وفي حياتنا وفي أعمالنا وحين تنطبع صورة ابنه فينا هذا ما سيؤهلنا أن ندخل إلى ملكوت الآب شوفوا الآية الجميلة دي اللي حفظناها كتير وقلناها كتير لأن الذين سبق فاعرفهم سبق فاعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه نحن مدعوين ومطلوب مننا أن نعيش مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين رمية 8 عدد 29 خلي كل همنا أن نحن نحضر الأداس نتمتع بحضور المسيح حضور المسيح يكون حقيقي في أفكارنا في أفعالنا في نظرتنا في نياتنا لأننا رايحين الأداس نتحد بالمسيح ونشكر المسيح ونلتصق بالمسيح من خلال الأداس والإفخارستية وهذا ما يفعله قداس الإفخارستية فينا هذه الغاية العظمة والرئيسية التي من أجلها نأتي إلى الكنيسة لنشترك في صلوات الأداس الهدف في الوجود في بيت الرب الشعور بحضوره الحقيقي في حياتنا والالتصاق به وبخلاصه لنا الكنيسة هي مكان مكان اتحدنا بخلاصنا مع المسيح الكنيسة هي المكان المخلص اللي احنا بنتحد فيه مع المسيح هذا هو الهدف عشان كده بنقول تخيل انك رايح تزور واحد في بيته انما ما سلمتش عليه لو رحت الأداس ولم تشعر بحضور حقيقي للمسيح في قلبك وفي حياتك وفي قلبي وفي حياتي عشان كده دايما بنقول وانا موجود في القدس ليه انا هنا لأعرف المسيح انا هنا لأحب المسيح انا هنا لأتحد بالمسيح وانا هنا لأخدم المسيح شرط تقديم القرابين الرب يسوع المسيح نفسه قال الشرط في متة خمسة اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم فإن قدمت قربانك الى المسبح وهناك تذكرت ان لأخيك شيئا عليك فاطرك هناك قربانك قدام المسبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحين اذن تعالى وقدم قربانك طب ليه ليه يعني الشرط ده لانه في القداس هو شركة هو اتحاد شركة بين كل المؤمنين مع بعض فما ينفعش اكون متخاصم مع واحد وانا جاي يتحد في هذه الشركة قديس وحن الرسول يقول في إصحاح ثلاثة من الرسالة بتاعته الاولى يقول نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة من لا يحب اخاه يبقى في الموت كل من يبغد اخاه هو قاتل نفس وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك الرب يسوع المسيح وضع نفسه لاجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفسنا لاجل الاخوة وفي الإصحاح الثاني برضو يقول انه في النور ومن قال انه في النور وهو يبغد اخاه فهو الى الآن في الظلمة اذا الظلمة لا تتحد مع النور والنور في الإفخارستية عشان كده لو فيه خصام لو فيه زعل نرجع نتصالح قبل ما نروح للأداس ونروح نكلم أبونا ونعترف ونقول له نطلب منه الحل لاننا ندخل للأداس اذا النور في الإفخارستية وبالتالي النور لا يتحد مع الظلم طبعا فيه آيات كتير والقديس بوليس الرسول في أفاسوس 4 يقول ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد حسب شهوات الغروب وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق عشان كده اطرحوا الكذب ودايما تتكلموا بالصدق ويتلاقوا تعطوا إبليس مكانا ولا يسرق الصارق فيما بعد ولا تخرج كلمة راضية من أفواهكم بل كل مكان صالحا للبنيان طب ليه؟ عشان أنا عارف أن أنا رايح التناول عشان أنا عارف أن أنا رايح الأداس لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم بل كل مكان صالحا للبنيان فليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبس كونوا لطفاء بعدكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله وفي كل مكان رافعين الناس بترفع أياد طاهرة بدون غضب ولا جدال هو ده المطلوب أنه إحنا كل من نروح لإفخارستيا لا يكون هناك أي خصام ولا يكون هناك أي انفصال أو انعزال ولكن دايما نكون في محبة يعني شديدة مع الإخوة ومع كل الإخوة هنشرح الآية اللي هي اصنعوا هذا لذكري وببساطة قدامكم يعني الصورة الأولانية بتبين أنه فوق فيه فوق المسبح فوق خالص تلاقي الصليب وتحت أيقونة العشر رباني وتحته أبونا بيقدم القرابين وبالتالي السر الإفخارستي هو امتداد للعشر رباني وامتداد لسر الصليب وامتداد لصليب المسيح والشعب كله يجتمع في الكنيسة الكنيسة المنظورة والكنيسة غير المنظورة الكنيسة المنظورة هو إحنا اللي موجودين دلوقتي والكنيسة غير المنظورة هم القدسين اللي انتقلوا أو رحلوا أو استشهدوا هم دول كلهم نتتمع كلنا في هذا الأداس في أداس الإفخارستية نحتفل بالرب يسوع المسيح الملك نحتفل بكل عطايا الله لنا من الخلق والخلاص بتدبير تجسد الإبن الوحيد وعمل الروح القدس في الكنيسة وفي أسرار الكنيسة الإفخارستية ذكرى عينية أي أنه يتم استحضار زبيحة الصليب في الإفخارستية ويكون حضور الرب يسوع حضورا فعليا فنمارس ذكرى الشيء عينه قوضع المن الذي من السماء في تبوت العهد كذكرى للشيء عينه زي ما كان في العهد القديم وعلينا نعرف معنى كلمة ذكري أنام نسيس باليونانية المعنى باليونانية مش موجود ولا في العربي ولا في الإنجل ولا هو كلمة تذكار أو ذكرى أو تذكر ميموريال أو ريميمبرس ولكن المعنى يفيد استمرار حدوث الحدث بنفسه يعني تكرار عيني لنفس الحدث بنفسه عشان كده كلمة أنام نسيس اسمعناها استحضار حدث ما أمام الله كان قد وقع في الماضي ولكن مزال فعله وأثره ممتدا في الزمان الحاضي وشرحنا وقلنا أن كل عمل قدمه المسيح أثناء تجسده هو عمل أبدي لأن اللي قدمه هو الله المتجسد هو كلمة الآب المتجسد لأجلنا ولأجل خلاصنا فلما المسيح صام هو صام عنا للأبد لما المسيح اتصلب هو اتصلب عنا ولأجلنا للأبد لما المسيح مات مات عنا ولأجلنا للأبد إذن هو فعل دائم ومتكرر لأنه العمل الفعل ده مش إنسان زينا طبيعي ولكن هو لهوت متحد بالنسون هو الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد إذن نفس الكلام في سر الإفخارستية في يوم خميس العهد الرب يسوع المسيح أنشأ هذا السر المقدس وقال لهم إنه تعملوا هذا السر اصنعوا هذا السر لذكري أي أنامنسيس ذكرى حية وذكرى استحضار لهذا الفعل من تاني بكل مرة نقيم الأداس عشان كده بنقول وقلنا إن الأداس ما عندناش أداس عادي وما عندناش أداس أنا معدي كده ومش مركز لا كل أداس هو أداس جديد وكل أداس هو نعمة جديدة وكل أداس هو استمرار لكل نعم التجسد تجسد الإبن الوحيد وفعل عمل الإبن الوحيد وتأثير كل ده على حياتنا وعلى خلاصنا وعلى أبديتنا فالزمن لو بنتكلم عن الزمن الزمن قادر أن يطوي كل ما هو زمني لأن كل ما هو زمني خاضع للزمن أما ذكر الإلهيات والتكلم عن تجسد الإبن الوحيد والأمور المختصة بالله وهو شيء مختلف هو شيء لا يخضع للزمن لأن الله هو ما يخصه من أفعال وصفات لا تخضع للزمن ولا يمكن أن يحتويها الزمن عارفين لما بنقول في التسبحة غير الزمن صار زمنياً غير الجسد صار جسدياً أو صار متجسداً كل دي أفعال لا تخضع للزمن ولكن هو في طبيعة الله أنه غير زمني فحين نذكر الرب في صلاتنا ولما نيجي نقول حين اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم ده كلام حقيقي ليه؟ لأن الله خارج الزمن إحنا اللي جوه الزمن فالله يحضر بنا ويكون كوعده السابق أنه هو يتواجد معنا حين نصلي مع بعض فبالأحرى حين نذكر تجسد الإبن الوحيد في الإفخارستية ونصنع تذكاره حسب وصيته لنا اصنعه هذا لذكري فوإذا حاضر بالضرورة معنا يقدس ويكمل القرابين قديس يحنى زهبي الفم يقول أن الذي يقدس في الأداس هو المسيح وأن المسيح يستعين إدين أبونا الكاهن وصوت أبونا الكاهن لكي تتقدس القرابين لأن حضور الإبن يعني بالضرورة حضور الثالوس تماما كما فعل الرب في ليلة عشاءه الأخير مع تلميزه الذكرى لا تعني مجرد التذكر لأمر نتطلع إليه غائبا عننا بل تحمل إعادته كاملا وإعادة دعوته كاملا في معنى فعال وذكرى فعال حقيقية والفعل إصنعه جاء في الأمر المدارع الذي يفيد في اللغة اليونانية الاستمرارية وتكرار الحدث فالكلام هنا لا يعني التذكر العقلي بل يفيد تكرار الحدث نفسه كل مرة عشان كده كل مرة بنروح الأداس نفتكر تجسد الإبن الوحيد من القديسة العزراء ماريا موالدة الإله ونفتكر كل ما فعله على الأرض لأجلنا ولأجل خلاصنا نفتكر تعليم الرب يسوع المسيح لأجلنا ولأجل خلاصنا ونفتكر يوم خميس العهد يوم أن أعطانا جسده ودمه والأخدسين ليكونوا مغفرة خطايانا وحياة أبديا لكل من يتناول منه ونفتكر ونعيش ونتزوق صلب وموت وقيامة وصعود الرب يسوع المسيح في كل مرة أنام نسيس لكل تجسد الإبن الوحيد خلال تجسده على الأرض ده الفيديو الأولاني من مقدمات في الأداس والإفخارستية تلاقوا كل الفيديوهات على البليليست اللي اسمها اجتماع دراسة الكتاب المقدس يوم التلات على اليوتيوب شنال الخاص بالكنيسة كنيسة ماريمور أس أرنجليف سيني أستراليا لإلهنا المجد الدائم في الكنيسة المقدسة والكلمة والرسل والشهد والقدسين من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر